مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها كالعادة بالعناوين من المواقع المحلية شركات وتجار الصين لا يريدون أن يدخلوا اليمن بسبب الحرب وفي الصحوانت الحوثيون في ترقب مواعيد الحصاد ضرائب جديدة على المزارعين في المحويت وفي البي بي سي نصور مهاجرة تفلس بمشروع علمي في روسيا مثل غيرهم من الجنسيات الأخرى لا يريد الصينيون القدوم إلى اليمن السبب يؤكده السفير الصيني لدى اليمن في حوار مع موقع الحرف 28 حيث أفاد السفير كانج يونغ أن شؤ التجار وشركات الصين لا يستطيعون ولا يريدون أن يدخلوا اليمن بسبب الحرب قال السفير أيضا إن الصين واليمن كلاهما ثروة ذات حضارة طويلة يستطيع اليمن أن يحقق السلام وإحياء الحضارة القديمة ومواصلتها وتطويرها وهناك مجال واسع للتعاون في الماضي كان هناك تعاون جيد بين الصين واليمن في مجال الثقافة والتعليم والصحة أظن أننا في المستقبل يمكننا أن نتعاون في هذا المجال وإذا سمحت الظروف سنبدأ بالتعاون في الحال كما يقول السفير أيضا اليمن يتمتع بموقع جغرافي مهم وبعد الحرب بالتأكيد فإن اليمن يحتاج إلى بناء وتنمية البنية التحتية ويمكننا أن نقوم بالتعاون في هذا المجال ثم يعود السفير إلى الحديث عن التاريخ فقد كانت اليمن محطة مهمة لطريق الحرير البري والبحري وموقع اليمن الجغرافي لهذا المشروع ممتاز في الخطة الصينية مشروع الحزام والطريق كما يتمتع اليمن بدور مهم الصين أطلقت مشروع الحزام والطريق عام 2013 والوضع في اليمن في عام 2014 حدثت فيه فوضى لانقلاب وفي 2015 حصلت حرب شاملة ليس لدينا ظروف مناسبة لبدء التعاون بين اليمن والصين في إطار الحزام والطريق لكننا بدأنا بالتعاون في إطار هذا المشروع مع كل الدول المجاورة لليمن تستيقظ صحر جلال 22 عاما فجر كل يوم دراسي استعدادا لرحلة سفرها المعتادة من منزلها في عزلة الهويشة إلى جامعة تعز فرع التربة في رحلة يومية تقطع فيها مسافة طويلة بحثا عن العلم ووفقا لموقع المصدر اللاين فتيات اليمن طريق شاق نحو المستقبل سحر تسافر ساعات كل يوم لتصل إلى الجامعة ويتحدث الموقع عن قصة نجاح الطالبة سحر كنموذج لكفاح اليمنيات فهي تسير لمدة ساعة ونصف على قدميها صاعدة المنحدر الجبلي لعدم وجود طريق للسيارات من عزلتها بمديرية المقاطر التابعة لمحافظة لحج جنوب اليمن حتى تصل إلى موقف الباصات وهناك تنتظر امتلاء مقاعد الباص بالركاب قبل الانطلاق بها لمدة عشرين دقيقة حتى الوصول إلى قرب الجامعة لتترجل الفتاة مرهقة قبل طيخولها قاعة المحاضرات ساعتان هي المدة الزمنية للمحاضرة الواحدة تتلقى سحر في كل يوم دراسي محاضرة أو اثنتين فيما يستغرق ذهابها وعودتها من الجامعة أكثر من ثلاث ساعات ونصف وقد تعود بعض الأيام خالية الوضاء الوفاض بسبب تغيب المدرسين عن الحضور تعتبر سحر وشقيقاتها أو شقيقاتها اللتان تقطعان معها نفس المسافة للجامعة من الفتيات المحضوظات بمواصلة تعليمهن الجامعي فمعظم قارناتهن في عزلتهم والعزل المجاورة لم يلتحقن بالجامعة خلافا للذكور الذين التحق معظمهم بالجامعة يتحدث الاتفاق بين الحكومة الشرعية والانتقالي عن مناصفة في المناصب الحكومية ولكن قد يؤدي هذا إلى مشاكل كبيرة وفقا لصلاح السقلدي الذي كتب عن الانتماء الجغرافي وصراعاته وأفاد في جزء من مقال نشره عادن الغد لا نجد أدنى شك بحقيقة أن من الشمالين منهم أرأف بالقضية الجنوبية من بعض الجنوبين ولهم مواقف عظيمة مشرفة رافضة لقهر الجنوب ونهبه وإقصائه منذ عام 1994 وحتى اليوم من مواقف بعض الجنوبين للأسف وهذا يعني بضرورة أن الجغرافية ليست وحدها مقياسة لأي حسابات سياسية واجتماعية بل المواقف المنصفة المتحررة من أدران السياسة والحزبية والنفعية هي من يعتد بها اليوم وغدا مثل ما اعتد بها ذات يوم فهل كانت شمالية رجال الدولة ذات الانتماء الجغرافي الشمالي كانت بكان في دولة الجنوب منذ 67 وحتى 90 هي من منحتهم الثقة والمناصب الرافعة بالدولة أو مواقفهم المخلصة لثولة 14 من أكتوبر ومن ثم لدولة الاستقلال هي من أعطتهم هذا الحق المستحق بالتأكيد مواقفهم لا جهويتهم ففي الوقت الذي نرفض اليوم أن تصادر جنوبية أحد ونمقة كل من يجنح لنهج التخوين والإقصاء إلا أننا بالوقت عينه نرضى أن تظل هذه الجنوبية سيفا سياسيا مسلطا على الجنوب وشعبه بيد الآخرين تظل ورقة وأداة سياسية بيد القوى الحزبية والسياسية تشيرها بخلث لتحقيق مكاسب سياسية عند كل مرحلة وتخلط بها عن عمد الأوراق لتنال بها أطناعا شتى بالمجمل نقول أن هذه نسبة 50% المزعومة يجب أن تكون لكل القوى والشخصيات الجنوبية بحسب موقفها السياسي المناصر للقضية الجنوبية مناصرة حقيقية ومعروفة بهذه المواقف الإيجابية السابقة حيال هذه القضية وليس لمجرد جنوبية الجغرافية فقط وإلا في من حق كل جنوبي ينتمي لأي حزب وهي أحزاب جميعها تقريبا شمالية الجغرافية وموقفها السياسي مناهض لكل ما له علاقة بالحق السياسي والوطني الجنوبي ومن حق أي جنوبي يسوم الجنوبي قهرا ويذبح من الوريد للوريد بساطور المكاسب الشخصية والسكين الحزبية والخدلان أن يكون له نصيب من نسبة الجنوب أليس هؤلاء الحزبيون والسياسيون جنوبي الجغرافية كانت الجنوبية جوازا أحمر أو عملة صعبة تصرف بكل زمان وتستخدم عند كل منعطى في استحقاق أن تكون راعيا للأغنام فهذا لن يعفيك من مشاركة الحوثين في الاحتفال بالمناسبات التي يحاولون احتكارها لأنفسهم ووفقا لموقع عدن الغد إب رأس ماعز لصالح موليد الحوثين وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي فرضت في محافظة إب إتوات مالية جديدة على رعاة الأغنام بالتزامن مع الاستعدادات لإحياء ذكرى الموليد النبوي وقالت مصادر محلية أن جماعة الحوثي فرضت وبشكل إلزامي على ملاك ورعاة الأغنام في مديرية حزم العدين شمال غرب إب تقديم رأس غنم على كل منزل وذكرت المصادر أن مسلحين حوثين ومساعدة من شيوخ المديرية يواصلون ابتزاز الأهالي من خلال فرض مزيد من الإتوات المالية تحت مسميات مختلفة من بينها المجهود الحربي وتجهيز القوافل للجبهات والاحتفال بالمناسبات التي تحييها الميليشيا وإذا كانت الميليشيا في محافظة إب تلاحق الرعاة فإنها في محافظة أخرى تلاحق المزارع حيث عنوان موقع الصحوانت المحويت محاصيل المزارعين في مهب البطش الحوثي وعزمة مشتقات تضرب المحافظة حيث وجه ما يسمى محافظة المحويت المعينة من قبل ميليشيا الحوثي وجه مدراء عموم المديريات بتجديد الرقابة على محاصيل المزارعين والتواجد إلى جانب الحصادات عبر منذوبهم تحت ذريعة تقرير زكاة الحبوب وتحصيلها عينا وبحسب المذكرة فقد وجهت ميليشيا الحوثي مدراء عموم المديريات في محافظة المحويت الخاضعة لسيطرتها بتحصيل زكاة الحبوب العينية لموسمي 2019 وقد تم إبلاغ مدراء فروع الهيئة والأمنا في المديريات بالتواجد إلى جانب الحصادات لتقرير الزكاة على المواطنين والتحصيل منهم عينا وتؤكد مصادر محلية متطابقة أن المزارعين يقومون بتسليم زكاة محاصيل من الحبوب للجهات المختصة في الدولة نهاية كل موسم حصاد طواعية ومن تلقاء أنفسهم ولا تبالي تلك الميليشيا من تضرر المزارعين جراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وارتفاع أجور النقل وأسعار البذور والأسمدة وانتشار المبيدات الضارة وأصدرت ميليشيا الحوثي في وقت سابق تعميما قصريا جديدا على المزارعين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها حاولت فيه إجبار المزارعين على ما أسمته الالتزام بمواعد الصراب تحت ذريعة إنضاج الثمار وحتى يتم تحديد موعد الصراب من عقال المنطقة ومن المزارعين أنفسهم لم يعتبر أولو الأذناب تحت هذا العنوان كتب باسل طلوزي مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد مضيفا في أجزاء من المقال خرج الربيع من فصله ولن يعود إليه واكتسب الحكم درجة القطعية هذا ما أثبته أسبوعان عربيان ساخنان في كل من تونس ولبنان فهل اعتبر أولو الأذناب؟ أراهنوا أن أولي الأذناب لن يفهموا رسالة الربيع العربي التي ظنوا أنهم أحرقوها في القاهرة وصنعى وطرابلس الغرب غير أن الربيع أبى إلا أن يتمرد مجددا على حصاره الذي زجو به داخل فصله المعتاد ليحتل هذه المرة خريفة طغاط برمته وليبرهن أن الزمن لا يعود إلى الوراء إلا على ساعاتهم فقط صحيح أن الربيع الأول ظل طريقه لأنه كان أبرأ من أن يفرق بين حقل الورد وحقل الألغام الذي دفعوا إليه طغاط الخريف الذين يقاومون سقوطهم الأخير حتى آخر ورقة حنضل غير أن الربيع الثاني جاء مختلفا هذه المرة بعد أن استوعب الدرس القاسي جيدا وأدرك أن بقاءه محصورا داخل فصله يعني منح الخريف فصلا آخر في عمر الانكفاء العربي الطويل وفي الفصل المقابل ترتعد أوصال طغاط الخريف وهم يرون إخفاقهم بإجهاض الربيع العربي بعد أن ظنوا أنهم أتقنوا إحكام توقيد سائسهم عليه فباغتتهم قدرة هذا الفصل على تجديد ذاته ويعادة حساباته والاستفادة من رصيد خبراته المعمدة بأفدح الأثمان والاستفادة من رصيد خبراته المعمدة بأفدح الأثمان بالدم الذي لم يجف بعد في شوارع القاهرة وبالدمار والحروب الأهلية مدفوعة الثمن في اليمن وبالعبث الأحمق في مصائر الليبين وثورتهم وهم معذورون أنهم كانوا يحيكون الدسائس خلف براميل نفطهم التي ظنوا أنها كفيلة بحل سائر معضلاتهم كما حلت معضلتهم التحتية سابقا غير أن أزمتهم مع الحرية التي يحاربونها بالفتن والأدوات الرخيصة من عبيد المال كانت أعظم هذه المرة من كل حساباتهم ومن سائر أرصيدتهم الفلكية أبلغ سكان محليون وشهود عيام بصنعاء الشرق الأوسط بقيام الميليشيا في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرتها بدعوة اليمنيين عبر مكبرات الصوت للمشاركة بالقتال في جبهاتها المختلفة وعنونت صحيفة الشرق الأوسط الميليشيا تجوب شوارع صنعاء بمكبرات الصوت تدعو إلى أنقاذ مسلحها وأكد السكان المحليون للصحيفة أن سيارات ودوريات تابعة للجماعة تحمل مكبرات صوت تجوب منذ أربعة أيام شوارع وأحياء وحارات صنعاء تطالب المواطنين بالتجنيد والالتحاق بجبهات القتال الحوثية وقالوا إن الجماعة تستنجد بالمواطنين خصوصا شريحة الشباب لسرعة تسجيل أسمائهم بكشوفات التجنيد الجديدة التابعة لما أسمته وزارة الدفاع الخاضعة لقبضة الميليشيات وأفاد أحد سكان منطقة مذبح بصنعاء للشرق الأوسط بأنه شاهد سيارة عليها شعار ميليشي الحوثي تدعو المواطنين وخصوصا الشباب لسرعة إنقاذ بلادهم مما أسموه الغزو الصهيوني الأمريكي واعتبر المراقبون المهتمون من خلال حديثهم مع الصحيفة أن لجوء الميليشيات إلى الحشد الشعبي لرفض جبهاتها وبهذه الطريقة يعود إلى عزوف الأهالي ورفضهم القاطع مدى الميليشيات بمقاتلين جدد يفترض أن ساعات قليلة فقط باتت تفصل عن الاحتفال بتوقيع اتفاق يمني بين كل من الحكومة اليمنية الشرعية وما يعرف بمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال بعدما يقارب الشهرين من المفاوضات وعنونت صحيفة العربي الجديد اتفاق مبدئي لتقاسم السلطة في جنوب اليمن موازين الحرب والخسارة ووفقا للصحيفة فإن الاتفاق ينص على تشكيل حكومة يمنية جديدة قد لا يشمن بالضرورة إطاحة رئيس الوزراء معين عبد الملك على أن يشارك الانتقالي الجنوبي في عملية التشكيل وفي مقابل جملة من الترتيبات تبدأ بعودة الحكومة بالكامل بكامل أعضائها إلى مدينة عدن الجنوبية وتسلم القوات السعودية زمام الإشراف على مختلف الخطوات الأمنية والعسكرية وترتبط هذه الخطوات خصوصا بهيكلة ودمج قوات الانتقالي والتشكيلة المسلحة التي أسستها أبوظبي بالمؤسسة اليمنية الرسمية وزارتي الدفاع والداخلية وقالت الصحيفة إن أبرز ما يمكن اعتباره انتصارا للحكومة اليمنية هو إنقاذ الوضع الهش الذي وصلت إليه في أعقاب فقدانها السيطرة على مدينة عدن بعد فقدانها صنعا تحت سيطرة الحوثيين وتبقى الإجراءات أو إجراءات الدمج والإلحاق بالدفاع والداخلية مرهونة بصدق التنفيذ بحيث لا تكون مجرد إجراء شكلي يبقي على هذه القوات كأذرع للانفصالين والإماراتيين ويعد المكسب الأول الذي حققه المجلس الانتقالي الجنوبي كمكون يتباني الانفصال هو الاعتراف رسميا به كطرف في العملية السياسية وبالتالي لم يعود المجلس في خانة التمرد يروي أحد الضباط القوات الأمريكية التي قاتلت في العراق جزءا من المعارك التي دارت هناك وقد نشر كاثي تيلرسون مقالا في صحيفة نيويورك تايمز عن واحدة من المعارك وقال في جزء من المقالة التي ترجم لصالح صحيفة الشرق الأوسط عام 2006 كنا غير عابئين إلى حد كبير بالجوهر الحقيقي للحرب وأوزارها كانت عبوات الطرق الناسفة تخلف آثارها الشنيعة على أجساد بعض رفاقنا وكانت ارتجاجات الرأس التي تتركها القنابل اليدوية تثير نوازع المزاحف ما بيننا كما كانت الشضايا التي تسارعت مندفعة عبر أنسجة أجسادنا من مصادر السخرية اللاذعة لدى بعضنا بعد أسبوعين من انتشار وحدتنا تغير كل شيء إلى الأبد فلقد وردت الأنباء عن وجود قناص محترف في الأجواء المحيطة بمعسكرنا الواقع في مدينة حديثة في محافظة الأنبار بغرب العراق ولم يعد جنود مشات البحرية يتعرضون للإصابات بمختلف أنواعها بل كانوا يسقطون الصرع من فورهم بمجرد سماع أزيز انطلاق رصاصات بندقية القناص المحترف وذاعت الإشاعات بين مختلف الجنود أن القناص من جنسية أوروبية غير معروفة من المرتزقة الذين يتلقون المكافآت السخية عن مقتل كل جندي من جنود جيش الولايات المتحدة وشرع الطاحونة الإشاعات في العمل عن قناص ألماني مخضرم وخبير يعمل في الأجواء حولنا يبدو أننا سقطنا ضحايا كثير من الأفلام الحربية المتقنة حيث بدأنا في تكوين أقاصيص أبعد ما تكون عن الواقع وأن هناك مرتزقا من قوات النازي بعينين زرقا وين باردتين ذلك الذي يستهدف رجالنا في هدوء عجيب بأكثر من كونه قناصا عراقيا فقير بإصبع نحيف يلمس زناد بندقيته في ثبات لا يشوبه الارتباك قط وبصرف النظر تماما عن هوية الشيطان الذي كان يطلق علينا النار فهو لم يكن من الفئة التي تخطئ هدفها أبدا ولم يكن من حفنة هوات الإرهاب الذين كانوا ينطرون معسكرنا بوابل من الرصاصات الآلية التي كانت تذهب سدى كانت أصابعه تدرك تماما ما تفعله وكان يضبط مقاييس الرياح والهبوط والارتفاع بحنكة خبير ثم يقوم بتعديل منظار بندقيته للتصويب الفعال على الهدف المقصود ثم بدأ جنود مشات البحرية من سرايا فوكس وإيكو في التصاقط غير أن أول الصرعة كان جنديا زميلا لنا في سرية غولف من الكتيبة الثانية قال مسؤولان إيرانيان لوكالة رويترز إن مصادر في سوريا أبلغت بحسب ما جاء في عربي بوست أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قتل في حين قالت مجلة أمريكية إن زوجتي قتلتا معه أيضا وسائل إعلام أمريكية قالت إن البغدادي قتل في عملية سرية بمحافظة إدلب شمال سوريا في حين سيدل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببيان مهم جدا وقالت مجلة نيوسويكا الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه إن زوجتي البغدادي قتلتا في الغارة التي ألعى على إدلب وكانتا ترتديان سترات متفجرة وكانت شبكة سي إن إن الأمريكية ذكرت نقلا عن مصدر مطلع على ما جرى قوله إن البغدادي فجر سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية إلا أن تأكيد مقتل زعيم داعش ينتظر الانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي وكان الرئيس ترامب قد قال في تغريدة غامضة نشرها على حسابه بموقع تويتر شيء كبير للغاية حدث للتو دون تفاصيل إضافية أفلس مشروع علمي يشرف عليه علماء روس لتتبع مسارات هجرة نصور مزودة بشرائح تبعث رسائل نصية وذلك بعدما كلفت الطيور ميزانية المشروع فاتورة هاتفية ضخمة فقطار بعض هذه النصور بعيدا إلى إيران وباكستان حيث راحت تبعث بالرسائل النصية بتسعير خدمة التجوال الدولي وعنوان موقع البي بي سي نصور مهاجرة تفلس بمشروع علمي في روسيا وبعدما علمت شركة الهاتف أن قال الروسية ميغافون بمشكلة الفاتورة عرضت على العلماء إلغاء الدين ومنح المشروع تخفيضات على تعرفة الاستخدام وقبل هذا شرع فريق العلماء في جمع تبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتسديد ما عليهم من ديون وانطلقت رحلة النصور من جنوب روسيا وكزاخستان وكانت رحلة أحد النصور واسمه مين من بين الأكثر تكلفة إذ طار من كزاخستان إلى إيران وكان من المفترض أن ترسل شريحة مين عددا من الرسائل النصية بمنطقة في كزاخستان خلال فترة الصيف لكن المنطقة لم تكن تتواجد بها تغطية للهاتف النقال وطار النصر على نحو مفاجئ إلى إيران حيث توجد تغطية للهاتف النقال وحينها بدأت الرسائل النصية تصل اتباعا بتسعرة التجوال ويرصد العلماء حاليا رحلات 13 نصرا واستنفد مين بمفرده كامل الميزانية المخصصة لجميع النصور الأخرى وتحدد الرسائل النصية إحداثيات المكان الذي يوجد فيه النصر أثناء الهجرة ويحقق العلماء بوسطة صور الأقمار الاصطناعية من أن الطير وصل إلى مكان آمن خيارات أمريكا لشرق أوسط ما بعد سوريا تحت هذا العنوان كتب سيث فرننتسمان مقاله الذي ترجمه علاء الدين أبو زينة ونشرته صحيفة الغد تنخرط الولايات المتحدة في حرب ما تزال مستعرة منذ 18 عاما في أفغانستان والتي وصفها ترامب بأنها حرب لا نهاية لها ولذلك يريد مغادرة كابول بالطريقة التي غادرت بها الولايات المتحدة سوريا في العراق تعمل القوات الأمريكية بدعوة من بغداد وهذا تحدي رئيسي لأن العراق في أزمة وسطة لاحتجاجات الأخيرة التي اندلعت في سبتمبر ومن الواضح أنه ليس لدى الولايات المتحدة سوى رابط ضعيف بمستقبل العراق صحيح أن واشنطن ساعدت في الإذان بقدوم هذا المستقبل ولكن يمكن أن يطلب من القوات الأمريكية المغادرة كما اخترحت بعض الأصوات المؤيدة لإيران الآن تتجه المزيد من القوات الأمريكية إلى المملكة وليس من الواضح ما الذي ستفعله هذه القوات هناك حيث يبدو أن إيران تحاول مد مجساتها لمعرفة نوايا الإمارات والسعودية وتعتقد إيران بأن تزويد الحوثيين بتكنولوجيا الطائرات من دون طيار والصواريخ ساعدهم في إذلال السعوديين وتحويل اليمن إلى فيتنام الرياض وبعدما يقرب من خمس سنوات تود المملكة العربية السعودية وحلفاؤها إنهاء النزاع قد يكون الوضع الحالي في الشرق الأوسط هو الأكثر صعوبة بالنسبة للولايات المتحدة في الذاكرة الحديثة ومن المرجح أن تعمل الإدارة الأمريكية القادمة سواء قادها ترامب أو أي شخص آخر إلى تخفيض النفوذ الأمريكي أيضا أو إبقائه ثابتا لا ترغب الولايات المتحدة في لعب دور أكبر في المنطقة ولذلك يبدو أن عدم القيام بأي شيء هو الخيار الوحيد قد يكون هناك شرق أوسط جديد آخذ في الظهور ويبدو أنه سيكون واحدا بدور أمريكي أقل بكثير الحياة البرية في صور نشرتها صحيفة القارديان نعرضها عليكم في فقرتنا التالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر خطوط تتصل ببعضها لتصنع رسوما تضاهي الخبر والصورة رسوم الكاركاتير فن لنا معه جولة في كل حلقة من كشك الصحافة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر